ميد بريس تقدم أبرز العناوين لا تنسى وضع لايك واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس زياش بعد تأهل تشيلسي لدور 8 الأمور كانت تحت سيطرتنا أكد النجم المغربي الشاب حاكم زياش الذي مهد تأهل فريق تشيلسي الإنجليزي لربع نهاية دور الأبطال بالهدف الأول في شباك تشيلسي الإنجليزي أنهم سيطروا على المباراة وأن الفريق الإسباني لم يهدد مرماهم كثيرا ومهد النجم المغربي الشاب تأهل الفريق اللندوني لدورة 8 بالهدف الأول من صناعة الألماني تيمو فيرنر بينما سجل البرازيلي أمرسون الهدف الثاني في الوقت المحتسب بدلا من الضائع وقال زياش في تصريحات لشبكة بيتي سبورت عقب اللقاء الذي احتضنه ملعب ستامفورد بريدج في إياب تمونة نهائي الأمور تصبح أفضل عندما نتقدم في النتيجة لسيما عندما تكون أنت من سجل هذا الهدف تمرير التيمو العرضية كانت جيدة للغاية وأتم صاحب السبع والعشرون عاما تصريحاته المباراة كانت متكافئة بين الفريقين في البداية ولكن سرعان مفردنا سيطرتنا قدمنا مباراة جيدة والمنافس لم يهدد مرمانا كثيرا يمكننا أن نشعر بالسعادة بهذا الأداء أتمنى أن تخدمنا القرعة في دورة 8 خبر حزين لجماهر المنتخب على مونير الحدادي بات الدول المغربي مونير الحدادي لاعب إشبيليا الإسباني مهددا بالغياب عن مبارتي المنتخب الوطني أمام موريطانيا وبوروندي لحساب تصفيات كأس إفراقيا الكاميرون 2021 وتعرض اللاعب المذكور لإصابة مساء يومه الأربعاء خلال المباراة التي فاز فيها فريقه على ضيفه ألتشي بهدفين دون رد ضمن مؤجل الجولة الثانية من الدور الإسباني ودخل مونير الحدادي كبديل خلال الدقيقة الـ 62 لكنه لم يكمل المباراة واضطر المدرب جوليان لو بتيجي لتغييره في الدقيقة 87 ومن المنتظر أن يخضع اللاعب مونير الحدادي لفحوصات دقيقة خلال الساعات القليلة القادمة من أجل الوقوف على مدى خطورة إصابته وتحديد مدة غيابه وعندما تظهر الفحوصات إن شاء الله سوف نقدم لكم الخبر على ميد بريس نوح السعداوي بعد مواجهة ناقانا سعيد بقيادة الفريق للعودة بانتصار تامين من زامبيا عبر لاعب فريق الرجاء الرياضي عن سعادته بتحقيق الخضر للانتصار التامين على حساب ناقانا الزامبي برسم الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس الكونفيدرالي الإفريقية وقال السعداوي في تصريح للصفحة رسمية للنادي الأخضر في موقع الفيسبوك سعيد بالمجهودات التي قدمناها في زامبيا وبنجاحي في تسجيل الهدف الثاني سأواصل العمل بجد من أجل تقديم الإضافة للفريق وكنت سعيدا بقيادة الفريق للعودة بهذا الفوز المهم في رحلتنا القارية يضيف اللاعب السابق للمولودية الوجدية وحققت الرجاء يومه الأربعاء انتصارا بهدفين دون رد على ناقانا في قلب الزامبيا عن طريق كل من سوفيا الراحيم من نقطة الجزاء ووائل نحسا داوي ونجح ممتل كرة القدم الوطنية في كسر رقم لناقانا ظل صامدا منذ ألف وتسعمائة وسبعين بدون خسارة على ميدانه في جميع المسابقات القارية ورفع الفريق الأخضر رصيده إلى ست نقاط في المركز الثاني بالمجموعة الرابعة وهي النفس الحصيرة المتصدر بيراميز المصري الذي يتفوق بنسبة الأهداف في حين جمدت الهزيمة رصيد ناقانا في سفر نقطة في المرتبة الأخيرة رفقة نامونغو التنزانية الجامعة رأس الوزارة الخارجية بسبب الويداد طلب مسؤول فريق الويداد الرياضي لكرة القدم من مسؤول الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم التدخل لتسهيل سفر الفريق إلى جنوب إفريقيا التي يحل فيها الفريق الأحمر ضيفا على كايزر تشيفز الجنوب الإفريقي لحساب الجولة الخامسة من مصابقة عصبة الأبطال الإفريقية والتمس مسؤول الويداد من الجامعة التدخل لتسهيل تعقيدات إدارية التي قد يواجهها السفر إلى جنوب إفريقيا وبينها الحصول على تأشيرات تتيه لهم دخول البلد المذكور وقالت مصادر جامعية إن مسؤوليها سيتوصلون مع وزارة الخارجية المغربية لتسهيل سفر الويداد إلى جنوب إفريقيا التي تشهد تفشي السلالة الجديدة لوباء كورونا علما أن السلطات المغربية رفضت في وقت سابق الترخيص لفريق كايزر تشيفز بدخول التراب الوطني ما فرض نقل المباراة إلى بورت نفاسو لابورتا يحسن موقفه من راحيل كومان وميسي شدد الرئيس الجديد لنادي بارشالونا خوان لابورتا على تقته في مدرب البارسا رونالد كومان مؤكدا أنه سيبدو الكل ما في وسعه لإقناع نجم الفريق ليونيل ميسي بالبقاء وتجديد عقده وقال لابورتا خلال خطبه في حفل تنصيبه رئيسا لبارشالونا يوم أمس الأربعاء الله وحده يعلم ما يتطلبه الأمر للوصول إلى هنا وهذه العبارة قالها أصورة بارشالونا الراحل يوهان كرويف ولم يشير إلى المال فقط وأواجه أن هذه المرحلة بتوضع وكرم وشجاعة بدون كوارج ودائما بتفاؤل وأضاف بارشالونا عائلة عظيمة وفيكتور فونت وتوني فريسكا منافسها في الانتخابات هنا يتبتان ذلك شكرا لأعداء فريق حملة الانتخابية الذين قاموا بعمل جيد للغاية وأتمنى أن تكون مرحلة رائعة وأردف لابورتا الوضع الاقتصادي للنادي يولد القلق والأولوية بالنسبة لنا أن نعيد القوى الاقتصادية مرة أخرى وقلب وضع الفريق الأول وجلب محترفين وهذا الأمر لا يخيفنا وسنتخذ قرارات شجاعة إذا لزم الأمر ووجه لابورتا رسالته لرونالد كومان مدرب الفريق الأول الذي كان ضمن الحاضرين لديك ثقة هذا المجلس لقد تحسن الفريق وعلينا أن نحاول الفوز مرة أخرى إذ استعدنا مستوانا الاقتصادي سنكون قادرين على المنافسة مرة أخرى بدور الأبطال وزاد لابورتا يمكننا الفوز باللاليغا والكأس وأنا أتحدث عن كرة القدم لكن أيضا لدينا فرق ناجحة مثل فريق السيدات وكرة سلة وكرة اليد والهوكي وسنواصل بدل قصارى جهدنا وعن ميسي الذي كان ضمن الحاضرين أيضا والذي ينتهي عقده مع برشلونة في يونيو المقبل قال لابورتا بالتأكيد لن نترك ميسي يرحل حتى في ظروف ذلك الوباء فيروس كورونا سنحاول إقناعه وسأفعل ما بوسعي وهو يعرف ذلك وأوضح سنحاول الحفاظ على استمراره لأنه أفضل لاعب في التاريخ وتعرف مدى حبي لك وبرشلونة يحبك كثيرا واختتم خطابه قائلا أتحمل المسؤولية والالتزام بالقيادة القوية وسندافع عن النادي لأن ذلك ضروري في عام 2003 رأيت ولدي لأول مرة والدموع في عينيه وهو من مشجع النادي وعلمني حب بارشلونة وأتمنى أن نكون جميعا مثالا لأطفالنا والأجهاء القادمة يحيى بارشلونة وتحية كتالونيا